اشتركوا في القناة 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 بسم الله اشتركوا في القناة الأفضل اشتركوا في القناة 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 هذا الكلام فينه معناه يعني أي مبلغ اكتبه في الميزانية على سبيل المثال في الأرصد الدائنة لابد تكون التزامات حقيقية على المنشأة يعني مثلا هنتكلم مثلا عن جانب الأطول فإذا أنا شريت سيارة السيارة هذه للاتخدام فاتخدم السيارة لمدة عشر سنوات فلابد أني أضع السيارة في الميزانية جانب الأطول وقيمة السيارة على حساب القصط لأهلاك المتفق عليه ولنطط عليه الأنظمة مثلا عشر بالمئة فهذا معناه أن السيارة بيستخدمها مدة عشر سنوات وإهلاك السيارة إذا شريت سيارة مئة ألف وإهلاكها بيكون عشر ألاف يحمل على حساب أرباح وخسائر واضح فالأصل مثل السيارة لا بد أني أضعه في الميزانية ويقضع للأحلاك إذا خذت الأصل ووضعتها كلها بالكامل في حساب أرباح خسائر حساب أرباح خسائر حساب أرباح خسائر تحمل مبلغ مئة ألف ريال على أنها مطاريب إيرادية وليست مطرفات رأس مالية فهذا يبين طريقة غير صحيحة في عرب الميزانية إن مكتوبة طريقة صحيحة فلا بد الأصول تكتب في الميزانية وتخذ على الأحلاك هذا أصل رأس مالي يعني كأنه رأس مالي استخدم بأكثر من فترة بينما المطروف الإيرادي هو اللي يتم صرفه لتحقيق الإيراد ويتم وضع حساب أرباح خسائر أو قائمة الدخل فالفصل هذا يتكلم عن مشات المحاسبية في جانب الالتزامات الجانب الأيسر في الميزانية فبنتكلم على أن الالتزامات هذه حقيقية والنقطة الثانية أنها سجلت بطريقة صحيحة الفصل هذا فقط تركز على جانب الالتزامات فمثلا عرف مجلس معيّر المحاسبة المالية بالولايات المتحدة في الالتزامات بأنها تضحيات مستقبلية محتملة بمناثع اقتصادية نتيجة الالتزامات حاضرة على وحدة اقتصادية معينة لتحويل أصول أو تقديم خدمات لوحدات أخرى في المستقبل نتيجة عمليات أو أحداث وقعت في الماضي وقد بيّن المجلس أن الالتزامات تتميز بثلاثة خصائص تقريباً أن تكون العمليات أو الأعداث التي حدثت قد حدثت فعلا في الماضي واضح فانا نصيحتي لكم ان لكم جزء النظري تقرؤونه كله بالكامل وتستوعبونه بكل مناسب وخلوا الجزء العملي نغطيه في المحاضرات فنتكلم في الفترة الاول عن الاتزامات قصيرة للأجل وفي الفترة الثاني عن الاتزامات طويلة للأجل ثم نشوف اذا في اتسئلة بالنسبة لانتزامات قصيرة للأجل التزامات قصيرة للأجل هي التزامات التي تطوب الوفاء بها او تدادها في خلال فترة لا تزيد عن سنة انا كان بودي اني اعرف خلفيتكم المحاسبية قبل ما اشرح فاتوقع انه انتوا تفرقون بين انتزامات خاصية الأجل او تعرفون تفرق بين انتزامات خاصية الأجل وطويبة الأجل في بعض المشروعات ممكن تمتد الفترة الى ما يزيد عن السنة كما في بعض المشروعات الصناعية وشركات المقاولات المقصود بها الدورة التشغيلية فمثلا اذا انا شريت بضاعة بالأجل وكتبت ورقة قبض عفوا دافع فانا هم وطوب مني تزيد هذه الورقة مثلا خلال سنة مثل ست شهور فهذه اعتبر التدام قصير بالأجل بالنسبة حق الاصول المتداولة بالنسبة حق الاصول المتداولة او سنة واحدة ايهما اطول كما تعرف الالتزامات قصيرة الأجل بانها تلك الالتزامات التي يتوقع بطريقة معقولة ان يتطلب الوفاء بها استخدام الموالد الاقتصادية التي تم تطنيفها كرصول متداولة او اعادة انشاء الالتزام اخر قصير الأجل هذا اش معنى هذا معنى الانتزامات قصيرة الأجل يمكن اسبتها عن طريق الاصول المتداولة الانتزام قصير الأجل مثل اوراق البنك اصول متداولة مثل الصندوق البنك اوراق مالية اوراق قبض كل هذه اصول قصيرة الاجل او نسميها اصول متداولة الاصول الثابتة مثل سيارات مباني اراضي فالديون اللي علي مثل اوراق الدافع ما اسددها مثلا من الاراضع والمباني اروح ابيع مبنى عشان اسدد قرد المبنى هذا شريته لكي استخدمه ويساعدني في المشروع المشروع التجاري من الطبيعي يتم تسديد عن طريق البنك او اوراق القبض الى حواتها الى خيوله او ممكن اني اسدد عن طريق انشاء التزام اخر اخذ قرض من البنك واستدد انبيالا على الشركة فيه ثلاث انواع من التزامات بالنسباع قطيرة الاجتب التزامات محددة القيمة التزامات التزامات يتم تقضير قيمتها على ضوء نتائج العمليات واتزامات شرطية التزامات قطيرة الاجتب محددة القيمة determinable current liabilities determine معناه تحديد determinable معناه يمكن تحديدها current معناه جاري وعناء معناه التزامات يعني بصفعة مه تحديده وضع الانتزام في الميزانية لابد يكون لاحتريخ استحقاق في مبلغ معلوم الواجب سداده أو يمكن تقديره بطريقة معقولة من المعروف أن معظم الانتزامات تنشأ عن اتفاقيات تعاقدية يحدث فيها تاريخ الاستحقاق أمثلة وتعتبر حسابات الدائنين أوراق الدافع توزيعات الأرباح المستحقة والمصرفات المستحقة التأمينات المحصلة مقدما من العملاء أمثلة اتزامات ذات القيمة المحددة حسابات الدائنين هم أشخاص أنا اشتريت منهم فهم دائنين المدينين هم أشخاص اشتروا مني أنا بيعط لهم بضاعة فهم مدينين لي ما سددوا القيمة أوراق الدافع هم أشخاص أنا اشتريت منهم بضاعة وما سددوا القيمة فأخذوا عليك انديالات أو سنددني تعاقد بالسداد هذه تسمى أوراق دافع أنا أدفعها بالنسبة لي أوراق دافع بالنسبة لي الشخص اللي يخذ الورطة هذه تعتبر أوراق قبل يقبض أنها أدفع وهو يقبض فهذه تعتبر ارتزام محدد القيمة الآن نأتي للتفاصيل حيث سابات الدائنين فهي عبارة عن اقتناء سلعة أو خدمة أنا لا أتكلم عنها أو أضع فيها بشكل كامل لأنها ممكن تقرؤونها في شيء غير واضح قلوا لي عنه وأنا أبين لكم الرقم واحد يتكلم عن حسابات الدائنين وما يشخاص اشترينا منهم سلعة وخدمة ونحن مادلين لهم بسداد رقم ثمين أوراق الدفع أوراق الدفع ممكن تنشأ عن عملية تجارية أو قروض أو جزء مستحق خلال ثلاثة الجارية من أوراق دفع طويلة الأجل اسمعنا أوراق دفع طويلة الأجل هذه تستحق بعد مثلا ثلاثة أربع خمس سنوات أو هي تسدد على خمس سنوات كل سنة تسدد جزء منها فأخفض منها أوراق الدفع طويلة الأجل وخليها جزء منها أوراق دفع مثلا قطيلة الأجل بحيث أنها تكون ثلاثة سنة هذه لا بد تسددها الآن نشرح بالضبط كل نوع من هذه الأنواع أوراق دفع تنشأ عن عملية تجارية تعبر أوراق الدافع التي تنشأ عن عمليات تجارية عن كمبيالات أو سندات إذنية تستحق الموردين مقابل سلع أو خدمات أو معدات حصت عليها المنشآة يعني إني اشترينا معدة أو آلة ما تسدد قيمتها ولكن وقعت على كمبيالة إني أتعهد لتسدد قيمتها خلال بعد فترة معينة ممكن يكتب كذلك سعر فائدة مثال فإذا قابلت المنشآة أن المنشآة بمبلغ 10 ألاف ريال مقابل بضاعة تم شراؤها وتم الاتفاق على سداد 6% سنويا على المبلغ الأصلي الوارد في الكنبيالة على أن تسدد الفائدة مع المبلغ الأصلي بعد ثلاث شهور من تاريخ الشراء لأن القيود اليومية اللازمة تكون كما يلي واحد في تاريخ الشراء يعني أول ما أشتغل المعدة أو الآلة أو البضاعة أكتب من حساب المشتريات أو أكتب المخزون إذا وضعته بالمخزون 10 ألاف ريال إذا اشتريت كاش أكتب إلى حساب النقدية أو إلى حساب صندوق إذا شريت اشتريت بشيك أكتب إلى حساب البنك إذا شريت بالأجل أكتب إلى حساب الشركة الفلانية إذا شريت بكنبيالة أكتب إلى حساب أوراق دفع ممكن أنا أشتري بالأجل إلى حساب شركة فلانية بعد ذلك يتم تحرير كمبيالة أكتب القيد من حساب الشركة الفلانية إلى حساب أوراق دفع عموما الأوراق الدفع أول ما تنشع عندي تكون دائمة في مثالنا هذا 10 ألاف ريال في تاريخ السداد يعني بعد مضي كم شهر خلنا نرجع السؤال على أن تسدد سائدة مع المباق الأطني بعد ثلاث شهور من تاريخ الشراق قيمة الكمبيالة الكمبيالة 10 ألاف ستة بالمئة سائدة ضرب ثلاثة تقسيم 12 اللي هي بعد ثلاث شهور الناتج 150 ريال هذه هي الفائدة فأوراق الدفع أول ما نشأت عندي دائمة بعد ثلاث شهور بسجد أوراق الدفع فأضعها مدينة وعندي الجد المدينة الآخر اللي هو فائدة مدينة إلى حساب النقدية 10 ألاف مئة وخمسين طبعا أوراق الدفع الآن تتذكر إن كانت دائنة بعد ذلك أصبحت مدينة المئة وخمسين ريال هذا مطروف ويتتكر في حساب الوحصائر جانب مدينة أو قائمة الدخل بجانب المصروفات أوراق الدفع التي تنشأ عن قروض رقم واحدة لدينا أوراق دفع تنشأ عن طريق شراء محددة القيمة اثنين أوراق دفع تنشأ عن قروض قد تحصل المنشأ على قروض من أحد البنوك أو الغير تقبل كمبيالة أو تتعهد كتابة بسداد القرض وما يتعلق به من فوائد في تواريخ محددة نأخذ مثال حصلت منشأة الأمل المنشأة اللي هنا شغال فيها في 1.1.415 على قرض قيمته 20 ألف ريال قابلت تنبيالة تستحق السداد بعد سنتين قيمتها الإسمية 24 ألف ومئتين في هذه الحالة يعبر أو يعتبر المبلغ الذي تم الحصول عليه وقدره 20 ألف ريال عن القيمة الحالية للورقة الحالية معناه الآن ويمكن اتساب سعر الزائد الضمي باستخدام جداول القيمة الحالية على النحو التالي 24 ألف ومئتين ضرب معامل القيمة الحالية لمبلغ ريال واحد بسعر فائدة 20 لمدة سنتين يتاوي 20 ألف وتقسيم يتاوي 20 ألف تقسيم 24 ألف ومئتين يتاوي نسبة 0.8264 وبالبحث جدوى القيمة الحالية الجدوى القيمة الحالية بالعادة انتظرون في نهاية قيمة الحالية في العادة بسعر فائدة وهم لهم جداول خاصة متوفرة لمبلغ ريال واحد عن هذا المعامل في الصف الثاني أي المقابل لسنتين نجد أن سعر الفائدة الضمني يكون 10% ويمكن تسجيل ورقة الدفع في هذا المثال بإحدى الطريقتين الطريقة الأولى هي الطريقة الإجمالية يتم فيها يسببت ورقة الدفع بإجمال قيمتها اللي هي كام؟ 24200 على أن يثبت الفرق بين القيمة الإسمية الورقة وقيمتها الحالية في حساب مستقل بإسم خصم أوراق الدفع وهو حساب عكسي لحساب أوراق الدفع ويظهر في الميزانية العمومية مخصوما منه في جانب الاتزامات وتبقى لهذه الطريقة يكون القييد النازل من اهتبات الحصول على القرض في 111415 يعني أول ما أخذ القرض خذت القرض وضعته في الصندوق أو النقدية أكتب من الذكرين حساب النقدية 20 ألف ريال حساب خصم أوراق الدفع هذا الحساب المستقل 4200 إلى حساب أوراق الدفع فهذه الـ 24200 هي قيمة الإجمالية أو تحسب الطريقة الإجمالية سيكون عندي حساب عكسي اللي هو 4200 حساب خصم أوراق الدفع في 3012 يتم إثبات ما يخص الفترة من مصروف الفائدة وذلك بخصمها على حساب خصم أوراق الدفع ويكون قيد التالي من حساب فوائد مدينة إلى حساب خصم أوراق الدفع عند تدافق طينة القرض يكون الطيد على نحو التالي أوراق الدفع أول ما نشأت عندي دائنة بمبلغ 24200 ومائتين وستداد أوراق الدفع مبلغ 24200 ومائتين حساب خصم أوراق الدفع أول ما نشأت عندي بالجانب المدينة بالجانب المدينة فعلاً أثبته في الجانب الدائن بالمبلغ المتبطي لأنه من قبل أنا أثبت ما يخص الفترة وهو 2000 طيالة الآن مبلغ المتبطي هو 2000 طيالة وأثبت الفوائد المدينة في 30 طيالة فالنقطة المهمة بالنسبة لي بحساب خصم أوراق الدفع يلاحظ أن حساب خصم أوراق الدفع يعبر عن مطروف الفائدة المؤجنة ويثم الاعتراف بمطروف الفائدة من قضاء الزمن مع استنفاذ خصم أوراق الدفع كدريجياً إلى أن يصبح رصيدة متاوية للصفر بعد استحقق دميع بواد متعلقة بالقرض وسدادها يعني خصم أوراق الدفع فالطريقة الإجمالية أثبتها مباشرة أول ما أحصل على القرض 4520 3012 وهنا في 1 1.415 في نهاية السنة أثبت ما يخص الفترة خصم أوراق الدفع أول ما نشأ عندي مدينة بثبتها داءا واحشاب بالفوائد المدينة اللي بيتتكلم بثبتها 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 مدينة فكل سنة لا بد أكتب القيد من حشاب فوائد المدينة إلى حشاب خصم أوراق الدفع كل فترة في الطريقة الثانية الطريقة الصافية الطريقة الإجمالية أتجل المبلغ بالكامل الطريقة الصافية الآن في عدم ضعور حساب خصم أوراق الدفع في الطريقة أو في الميزالية العمومية ويكون الطريقة اللازم يثبت الحصول على القرص في 1.145 يعني أول ما خدت القرص أكتب من حساب النقدية إلى حساب أوراق الدفع في الطريقة الإجمالية كنتم إلى حساب أوراق الدفع 24 ألف و 200 إذا أنا ذكرت المبلغ الصحيح الطريقة الصافية لا فقط طيمتها الحالية عموما هاتين طريقتين تؤديان في النهاية لنفس النتيجة عند السداد قبل السداد إثبات استحقاق الفائد عن سنة الأولى يعني أول ما حصلت على النقدية كتبت من حساب النقدية إلى حساب أوراق الدفع بعد ذلك في نهاية السنة أكتب استحقاق الفائدة من حساب أوراق المدينة إلى حساب أوراق الدفع وعند السداد أوراق الدفع الآن أصبحت كام؟ 22 ألف من حساب أوراق الدفع فوائد ندينة 2200 إلى حساب النقدية 24 ألف في كل حالتين طريقة الإجمالية والصافية النقدية تكون 24 ألف ومدينة ولكن في الطريقة الإجمالية أنا أستجعت أوراق الدفع بمبلغ 24 ألف مبلغ 20 ألف و 4 ألف ومتين هي النقدية الوسيط بمبلغ 24 ألف ومتين ناقص 22 ألف ومتين يساوي 22 ألف وطريقة الصافية أوراق الدفع أكتبها بقيمتها 22 ألف ريال فكل طريقتين تؤديان إلى نفس النتيجة ننتهي الآن لانتهاء الوقت ننتهي الآن لانتهاء الوقت أتمنى في المحاضرة القادمة بإذن الله أنكم تقرؤون المذكرة كلها بالكامل ونتطرق للمواضيع غير مفهومة دكروني المرة القادمة نستعرض أسئلة من أسئلة الاختبارات لكي تدربون عليها بإذن الله ألا أعتقد الآن انتهاء المحاضرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة